في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمحمل مجموعة خنشلة من توقيف امرأة تبلغ من العمر أربعين سنة بتهمة النصب والإحتيال عن طريق السحر والشعواذة العملية جاءت بناء على شكوى من الضحايا مفادها تعرضهم لسرقة مجوهرات ومبلغ مالي من المنزل العائلي باستخدام طقوس السحر والشعواذة التي تمارسها المشتكة منها تم تفتيش المنزل العائلي لمشتبه فيها المنحدرة من ميولاية مجاورة أين تم العثور على المسروقات ومستلزمات وطلاصم وقصصات مكتوب عليها تمائم تستخدم لهذا الغرض أصفرت العملية على استرجاع سبع سلاسل ذهبية مختلفة الأحجام ستة أزواج لأقراض ذهبية مختلفة الأحجام ستة خواتم نسائية تسعة عشر قطع الويز حزام نسائي سوارين من الحجم الكبير أربعة خلاقل حقائب نسائية مبلغ مالي قدره تسعة وسبعون ألف ديرانر جزائري من عائدات ممارسة السحر والشعوذة كما تم العثور على طلاصم وقصصات مكتوب عليها تمائم مستحضرات وأعشاب تدخل في ممارسة طقوس السحر والشعوذة تم إعداد ملف قضائي ضد المشتبه فيها وسيتم تقديمها أمام ملجهات القضائية المختصة إقليميا